الملك المفدى الملك المفدى الملك لشؤون الإعلام عن هذا الكتاب الذي يعد الجزء الرابع من الخطابات السامية ياتي الإصدار ضمن مشروع أرشفة وتوثيق الكلمات السامية في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه حيث أكد سموه أهمية التوثيق والتدوين في الحفاظ على التاريخ الوطني المفعم بالإنجازات ورصد الإنجازات النوعية التي تحققت لمملكة البحرين ومشهدته من تطورات ومنجزات على كافة الأصعدة والتي كان منطلقها رؤى جلالة الملك المفدى التي عكستها الكلمات السامية أعرب صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن شكره وتقديره للجهود المبدولة في إعداد الكتاب وتوثيق الإنجازات النوعية التي تحققت في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى أحفظه الله ورعاه